وأبدأ الرئيس السيسي تطلعه بأن يخرج مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ كوب 27 والمقرر عقده في شرم الشيخ نهاية العام الجاري بقرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة حتى لا يتحمل الأفارقة نتائج الظروف التي مروا بها مرة أخرى لفت رئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلة له خلال مؤتمر رئيس جيبسي 2022 على أن المواطن المصري لم يكن يتجاوب مع خطة الإصلاح الاقتصادي في الماضي ولكنه تجاوب الآن عندما لمس جدية من الدولة في تنفيذ الإصلاحات عشان نتكلم على إفريقيا فيما يخص مؤتمر المناخ القادم أنت سألت سؤال مهمة أوي في الآخر قلت أنت بتتوقع أو تتمنى أن المؤتمر يخرج بيه فهو قال أنا بضيف بقول قرارات موضوعية متوازنة وعادلة حتى لا يدفع الأفارقة مرتين فطورة الظروف اللي مروا بيها ما ينفعش البنية الأساسية للقرارة الإفريقية عشان تتعامل وأنا هنا بتكلم عن تجربة مصرية خلصة خلال السبع سنين اللي فاتوا عشان توصل لحالة الرضا اللي تديها للمواطن في مصر أنا بتكلم صرفنا ما يخرج من 400 مليار دولار بالمناسبة في أي وقت من الأوقات كنا بنحاول نعمل إصلاح اقتصادي حقيقي كان المواطن المصري ما عندوش السادات يتجاوب معنا لكن لما وجد النتائج والأثار بتاعة البنية اللي أنا بتكلم عليها دي تحمل آثار اقتصادية صعبة